تحذير أطلقته إدارة خفر السواحل الطيوانية لسفينة عسكرية صينية من الاقتراب من حدود المياه الإقليمية للجزيرة لكن يبدو أن تلك السفينة لم ترتعد الجيش الصيني أعلن أنه بدأ مناورات عسكرية تحمل اسم السيف المتحد حول طيوان مشيرا إلى أن التدريبات تتم قرب ساحل مقاطعة فوجيام المواجهة لطيوان كما يتم إجراء تدريبات حول المضيق من الشمال والجنوب والشرق ومع انطلاق المناورات التي تستمر ثلاثة أيام عبرت 71 طائرة عسكرية صينية الخط الأوسط الحساس لمضيق تايوان على أن يتم محاكاة تطبيق كامل لتايوان بحسب بكين المتحدث باسم الجيش الصيني حذر تايوان مما أسمه الأنشطة للسبزازية والتواطؤ مع جهات خارجية مؤكدا أن المناورات التي تشمل دوريات أيضا ضرورية لحماية سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها رئيسة تايوان أدانت ما أسمتها النزعة التوسعية الاستبدادية للصين مؤكدا أن الجزيرة ستواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى للدفاع عن الحرية والديمقراطية بحسب قولها الولايات المتحدة الأمريكية لم يرقى لها المناورات الصينية ودعت بكين إلى ضبط النفس مؤكدا أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تراقب ما تقوم به الصين عن كثب داعيا إلى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم لكن واشنطن قالت في الوقت نفسه أن قنوات الاتصال مع بكين ما تزال مفتوحة التدريبات العسكرية تأتي في أجواء من التوتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي في الولايات المتحدة وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي جزءا من أراضيها ولم تتورع أبدا عن استخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها وتعارض حكومة تايوان بقوة مطالب الصين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر